عبدالله السعيد بين التجديد للبيرامدز والانتقال الى الزمالك عبدالله السعيد قبل ما يسافر مع بيرامدز معسكر الامارات كان فيه جلسة بينه بين مسؤولين النادي بيرامدز شبه التفق على كل حاجة عبدالله السعيد عاده مع بيرامدز تنازلي بمعنى انه اخر مسم ليه مع بيرامدز بيكون اقل مسم ليه تم الاتفاق ما بينه ما بين قدرة النادي بيرامدز ان عبدالله السعيد هيجدد هيمدى عاده الموسم كمان هيتم تعديل العقد بتاع السنة الليجاية والسنة اللي بعدها كمان تم الإتفاق على كام عبدالله السعيد هيتم الإتفاق أنه هو ياخد مليون دولار في السنة نπει تم الإتفاق على كل حاجة يعني خلاص نقص على توقيع عبدالله السعيد ممكن في خلال معسكر الإمواط أبا بعد ما يرجع طب بالنسبة لو ده تنادي الزمالك الزمالك اللي حدد دلوا تلواءة ما قفلش البياب لعبدالله السعيد لكن الأزمة بالنسبة لهم أن هما ازاي يخلصوا عبدالله من بيرمدز لحد دلوقتي هي دي المشكلة الأمور التفاوضية ما بين الزمالك وعبدالله مفاش مشكلة قوي وعبدالله عنده استعداد أنه يتنازل لكن لحد دلوقتي إدارة نادي بيرمدز رفضة أن هي تسيب عبدالله سعيد آه تم التفريط في عمر جابر ودونجا لكن بالنسبة لهم عبدالله سعيد مشروع عايزين يكملوا به لحد نهاية المسم ده والمسم اللي بعديه كمان عظيم